قَالَتْ إِنَّ أَبِيَا لَعُوكَ بِيَرْضِيَةَ أَجْرُمَا سَكَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَفْتُ وَأَلَيُّهُ قَفَتُ وَقَالَ لَا تَخَفْتُ فَلَمَا تَخَفْتُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ وَأَلِمِينَ فَلَمَا تَخَفْتُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ وَأَلِمِينَ فَلَمَا يَا أَبَتِ تَأْدِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ تَأْدَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْفِعَكَ إِحْذَبْنَ تَيْهَاتَيْنِ وَأَلَا أَنْ تَأْدُرَنِي سَمَانِ هُعْيَتْ أَنْ أَتْمَنْ تَأْدْرَا فَلَمَا يُعْيَتْ وما أنه أن أتطى عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين